اشتركوا في القناة لعودة الحالة التقصيدا لصابحة اليوم أجواء كما أشرنا صحوة مستقرة مشمسة على معظم وجل المناطق الشمالية الغربية لكن وحتى المناطق الشمالية الوسطى لكن نتوقع إن شاء الله في المساء التحق بعض الأمطار أو قطارات الخفيفة من الأمطار ببعض المناطق الوسطى والسواحي الوسطى بالخصوص المناطق الشمالية الشرقية تكون غير مستقرة سحب كثيفة مع احتمال تسقط أمطار خفيفة ورعود قد تمتد إلى غاية المناطق القريبة منها كالمرتفعة تقول الشرقية في حين باقي المناطق الداخلية الوسطى وحتى جل المناطق الداخلية تكون صحوة مشمسة على العموم سحب كثيفة ومغشات بوسط السحراء المرتفعة السحراوية وحتى الجنوب الشرقي في حين باقي المناطق السحراوية بشمال السحراء والجنوب الشرقي وحتى المرتفعات التحاوية وأقصى الجنوب تكون صح ومشمسة حارة على العمور بالنسبة لدهيارات أيوم إن شاء الله إذن درجات الحرارة ارتفعت في معدلها الفصلي على معظم المناطق الشمالية الغربية وصلت إلى 23 درجة نفس المقياس تقريبا بالمناطق والمرتفعات الداخلية الوسطى كالجرفة المثلة وحتى الأغوات 16 درجة تترجع وتبقى في معدل الفصلي نوعا ما بالمناطق الداخلية أو السواحل الوسطى وحتى المناطق والهضاب العليا الشرقية 21 درجة بالطارف عن نبات كيف دقالة وصولها إلى جيج الوابي جاية 29 درجة نسجلها بالمنية إلى 33 درجة بالمنية أقول إلى 33 درجة بالمرتفعات أو غرداية 36 درجة ببشارعا للأموم 29 درجة تترجع بمنطقة تندوف نسجل 34 إلى 33 درجة بكل من إليزي عنام النص وحتى جانات إذا 35 درجة بـ 8 رات على الأموم 37 بعين صالح إلى 41 درجة كأعلى مقا ستسجل بكل من برج بجي المختار وحتى بعين قزام أقصى الجنوب بالنسبة لمساء اليوم إن شاء الله أيضا درجات الحرارة الدنيا تعرف إرتفاع أيضا في معدلها الفصلي على معظم المناطق الشمالية الغربية والداخلية منها أيضا في حين تبقى مستقرة بسوح الوسطى والشرقية نسجل فيها 12 درجة 14 درجة بوهرانت لمسانعتي وشنسدي بالعباس غليزة إلى مغير ذلك وإلى 12 درجة أيضا تسجل بكل من عند فلا أشلف غليزانة وصولها إلى تيسمسيلت وتيارت أيضا نفس المقياسة من المناطق الداخلية الوسطى 10 درجات فقط باقسنطين الصيف وقالمة 18 درجة إلى 19 درجة حين سجلها بكل من باتنا خنشلة وصولها إلى الوادي وورقلة وبسكرة أقول إلى غاية المرتفعات الداخلية الوسطى نفس المقياس إلى غاية تمتد هذا المقياس يكون نفس المقياس قوي على العموم بعين من الناس إلى 20 درجة بإليزي واجع النات 22 درجة أيضا بعين صالح إلى 20 درجة نفس المقياس ببرج بجي مختار وحتى بالتام من راسة ومنطقة السورة 22 درجة تبقى منخفضة نوعا بمنطقة 24 درجة كعلى مقياس سجل بعين قزة الإنم الحاوى الصيد البحري بمشاهدنا البحر يوم إن شاء الله يكون قليل الإطراب على السواحل الوسطى والشرقية مضطرب قليلا بالسواحل الغربية فعلا الريح اللي راح تكون شمالية شرقية بالسواحل الغربية شمالية غربية بباقي السواحل سرعة الريح قطص في هذه السواحل إلى 40 كم في ساعة أخذ سامكي العدب بالمعلومات الفلاكية الخاصة بجلسة العاصمة ودوحياء شرق الشمس يكون في تماما 540 دقيقة الغروب السابعة وأربعون دقيقة لتفاصيل معلومات أكثر تابعونا على الموقع الإلكتروني الرسمي اللي يظهر أسفل الشاشة شكرا لكم دائما على حسن الإصغاء والمتابعة اللقاء اشتركوا في القناة